السلام عليكم أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لملك الأبراج صاحب الشخصية الشجاعة والقوي جدا القادر من خلالها تجاوز كل الصعبات والعراقيل التي تواجهه في الحياة لديه ابتسامة رائعة جدا قادر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حوله فهو شخص روحاني بالفترة الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بسندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكو في الأحداث القادمة بإذن الله تعالى سيكون شهر مليء في الأحداث والتغيرات الجذرية وخصوصا إن استنصب اهتماماتك على الرفع من دخلك المادي ستنجح بتحسين وضعك المالي وتحصل على مكاسب مالية سيكون أغلبها أعمال خاصة وأيضا أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه سيكثر من حولك الأشخاص اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد ويحاولوا إعاقة تقدمك ونصب المكائد والحيل لك استضح الصورة أمامك استقدر أن تكشف صديقك من عدوك ما رح تتردد بمواجهة هذول الأشخاص عشان توقفهم عند حدهم ورح تنهي العديد من العلاقات اللي كانوا يجلبوا لك الطاقة السلبية وكان ما يجي منهم غير وجع الرأس هناك شخص كانت تربطك فيه علاقة رائعة جدا مليئة في الحب والكلمات الرومانسية بس هذا الشخص خيب آمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها سيحاول التواصل معك من أول وجديد ممكن يرن عليك تلفون أو يبعث لك رسالة أو خبر مع أحد الأشخاص اللي كانوا يعرفوا بهذه العلاقة أنت كنت ما أخذ قرار جدري في خصوص هذا الشخص أنك ما تحكي معه قطعيا ولكن لما يرجع يتواصل معك ستشعر بمشاعر داخلية اتجاهه ممكن تؤثر عليك وتخليك ترضى وتوافق على الرجوع إلى هذا الشخص اعلم يا صديقي يا برج الأسد لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال أو ممكن هذا الشخص ما يوفي بالوعود الأوعدك فيها أنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية وبتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها في الفترات القادمة بإذن الله تعالى هناك مشتريات جديدة وممتلكات وتحديثات منزلية في الدكور المنزل وأثاث البيت وأشياء من هذا القبيل استكثر من السفرات القصيرة بين المدن استلتقي بأشخاص رائعين جدا ترتاح لصحبتهم وتتحدث معهم بأمور رائعة جدا هم هذول الأشخاص دون نفوذ عالي حكوميا وماليا سيكونوا دون فعلك بالفترات القادمة كونوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة إذا كنتوا سيرا عن الأقدام أو بمراكبكم الخاصة اعلم يا صديقي يا برج الأسد أن الحادث عبارة عن ثانية وحدة ممكن يسير لسمح الله وإحنا هذا الموضوع ما بني يسير معك قطعيا أنت بسبب الأفكار الكثيرة جدا التي تدور في رأسك وأيضا عندك أمور كثيرة جدا مهنية سببت لك بعض الإرهاق الجسدي هذه الأمور ممكن تسبب لك صرحان أو شرادان في الدهن وهذا الموضوع ممكن يأثر عليك وأنت في أثناء القيادة بالإسواقة أو إذا كنت في سيرا على الأقدام لنكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون مع صديقنا مولود برج الأسد بس قبل ما أكمل يا أصدقائي بحب أعلمكم أنه أنا بعمل مصابقة 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي بيحالف الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي بهذه القراءة وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة للنقاش بشكل مباشر نتناقش فيها وإن شاء الله بنلاقي لها حل ستكثرون الزيارات للأصدقاء والأقارب تطلقوا العديد من الدعوات إلى مناسبات سعيدة ستكون بهذه المناسبات رائع جدا في قمة الجمال والأناقة سيلتفل كثيرين حولك طالبين دعمك إلهم أو منحهم الطاقة الإيجابية هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الشريك بسبب تشبثه برأيه دائما أنت لما تحكي رأي هو بيحكي رأي عكسك هذا الموضوع خلى ما فيه تفاهم بيناتك حاول قدر المستطاع أنك تتنازل لرأيه وترد عليه ولما يكون رأيه غلط بشكل ملموس سعيدها أنت بتورجيها بشكل رسمي وبعينه سعيدها بيقتنع وبعرف أنه على غلط وبعدين ما بيزاود عليك لما أنت تحكي أي كلام يدفع بمصطحة العائلة إلى الأمام سيقوم أحد الأولاد بعمل إنجاز رائع جدا تفتخروا فيه تطلقوا اتصالات رائعة جدا من الأصدقاء وفراد العائلة المليئة بالطاقة الإيجابية ستقم بإنجاز رائع جدا وتلفت الانتباه إليك وتشعر في قوة الحظ تدعمك وخصوصا في الأمور المالية ستحصل على مبلغ مادي على طريقة الحظ والصدفة رزق من رب العالمين أما الأشخاص المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية أو مطالعة الحظ يدعمهم ويحققوا نتائج رائعة جدا أكثر من ما بتوقعوا احضروا من أحد الزملاء اللي من حولكم سيحاول إضاعة وقتك الثمين في الأمور الترفيهية حافظ على برنامجك اليومي ولا تدع هذا الشخص أنه يحقق أهدافه ويضيع وقتك الثمين اعلم إنها دراستك هي مستقبلك كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزين